أزبط السكن ومشاريع المياه والصرف الصحي فضلا عن المشاريع المتلكية كانت أبرز ما خلصت إليه زيارة وزير الإعمار والإسكان والبلديات من كيند ريكاني إلى محافظة ديقار لا تبدو أن جولة وزير البلديات يسيرة في الناصرية فالمشاريع التي تخص وزارته متوقفة منذ سنوات بسبب التقشف والحرب على داعش الإرهابي لكنه بدأ متفائلا رغم المعوقات الكثيرة حجم التاريخ الثقيل والمشاريع تقريبا أغلبها إن لم يكن جميعها مشاريع متوقفة أو متلكئة متابعة حثيثة ومستمرة من المحافظة كانت خلال هذه الفترة ونحن والمحافظة نعتبر نفسنا فريق أمل واحد من إنجاز هذه المشاريع هذه الزيارة نعتبرها زيارة مهمة وأساسية مناقشنا كل المشاريع التي موجودة وإشكاليات بالنسبة للموازين بالنسبة للطرق بالنسبة للجسور بالنسبة للمي للمجاري الشركات المفترض أن تعطينا النتائج بأسرع وقت عشرات المشاريع المتوقفة والمتلكة جميعها لو أنجزت لحلت مجالات كثيرة تخص أبناء ناصرية منها أزمة السكن والتقليل من حوادث السير ومشاريع المياه والصرف الصحي زيارة موقعية لبعض المشاريع ومنها تقاطع الإسكان القديم في بلدية الناصرية والتقى بالمهندس المقيم والمشاكل التي تعترض التنفيذ وأوصى ووجه سيادة معادل الوزير بأن يتم حل حالة لأنه عملية حقيقة مناطة بالوزارة لأن هذه المشاريع محالة من قبل وزارة الإعمار والإسكان وأبدأ الوزير تعاونا كثيرا لبعض الاقتراحات التي قدمت من المحافظة ومن البلديات ومن باقي الدوائر أرجع مشاريع الاستثمارية التابعة للوزارة إلى العمل وتابع هذه المشاريع بشكل جدي وعملي وإن شاء الله هذه المشاريع سوف تكتمل خلال ما أوعدنا به الشركات المنفذة للمشروع خلال سنة ونص الوزير سيعود إلى بغداد محمل بمشاريع لا حصر لها لا زالت متوقفة سبقها بعود على إن زيارته إلى الناصرية لن تكون الأخيرة فهناك ما هو ضروري لزيارات متكررة بوادر حلول لإنهاء مشكلة المشاريع المتلكئة التي أثرت على تقديم الخدمات للمواطنين من مدينة الناصرية لؤي الرفاعي العراقية آيامان